بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان خليونا نبتدي الحلقة وإحنا عارفين حلقة دي حلقة السنة الجديدة بداية السنة الجديدة وأنا بقول لكم كل سنة ونطيبين سنة مليانة بركة ونور وفضل ونعمة لكن أبتدي معاكم بحاجة لازم نتكلم عنها من الأشياء اللي حصلت لنا في حياتنا بسبب التدايون الكمي حاجات كتيرة جدا جدا تتعلق بتربية أولادنا وإحنا في الحقيقة مش هينفع أن احنا نتغاضى عنها لأن هم هذه المعاني اللي وضعوها في حياة الناس بتعقهم وبتخليهم دايما عندهم حالة من حالات التحديات الموهومة اللي ملهاش لازمة زي بالضبط مسألة التهنئة على السنة الجديدة كمان في حاجات تتعلق بأولادنا وفي تربيتهم ففي ختم سنة وبداية سنة جديدة بيحب ناس كتيرة ومنهم أولادنا أن هم يحتفلوا بدخول السنة الجديدة في ناس بقى من الأهالي اللي وصل لهم التدايون الكمي بيعلموا أولادهم أن مجرد الفرح بالسنة الجديدة حرام الفرح اللي مفوش ارتكاب اسم ومفوش صخب يؤذي الناس ده بيقولوا له ما ليه حرام فهل فعلا الفرح بالسنة الجديدة حرام؟ لا الفرح بالسنة الجديدة والفرح بكل شيء جديد عبادة الفرح بالسنة الجديدة ممكن يكون عبادة ومن أجمل وأجل العبادات لنفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى شكر النعمة ربنا لأن الله سبحانه وتعالى قال وَلَإِنْ شَكَرْتُمُ الْأَزِيدَنَّكُمْ طب فين النعمة؟ شوف كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ومن رحمتي عمل إيه سبحانه وتعالى؟ جعل لكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم ولعلكم تشكرون السنة الجديدة هي هتيجي السنة الجديدة هيجي الزمن من تولي الليل والنهار وعشان كده بقى مسألة السنة الجديدة مرتبطة بنعمة إن احنا نشكر الله على نعمة الزمان هذه نعمة من أجل النعم في حياة الناس ففي عبادة يا سادة منسية محتاجين نحييها في القلوب وقلوب أولادنا بالذات أولادنا بالذات عبادة تعلمناها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبادة الفرح بالنعمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعشان كده الله سبحانه وتعالى ومن رحمته جاء على الليلة والنهار يبقى إيزا دي نعمة نعمة محتاجين إن نحن نفرح بيها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يبقى مين لأمرنا إن نحن نفرح بالنعم مولانا سبحانه وتعالى يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان أكد لنا ده وقدم لنا مذكرة تفسيرية وشرح لنا ده لما كان حضرته بيسوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرا لله على نعمة ميلاده صلى الله عليه وسلم واحتفالا بيوم مولدي الشريف فلما سؤل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدته فيه ويوم بعسته فيه وأنزل علي القرآن فيه فإحنا لما بنفرح في بداية السنة الجديدة بيكون نيتنا إن إحنا نشكر ربنا على سنة عدت والحمد لله عدت وربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها وده مرة تانية نتكلم معنا إحنا الكبار بقى في تربيتنا إحنا في تأسيسنا إحنا إزاي نتكلم على إن إحنا إزاي نتربى على إن الزمن نعمة